محافظة النجف ينضم ولينا من هناك مراسلنا معتز العبودي عبر الهاتف ليطلعنا على آخر هذه الاستعدادات لزيارة باب الفاتكان التاريخية للعراق ولقائه يا سيد علي السستاني في محافظة النجف الأشرف معتز مرحبا بك إليك نعم زميلي محمد تلبي بايت حياة طيبة لكم وإلى جميع المساهدين أياك الله أتواجد الآن حاليا في محافظة النجف الأشرف القطة الأمنية دخلت منذ صباح هذا اليوم حيث التنفيذ والقوات الأمنية دخلت في حالة المنزار القصوى استعدادا لاستقبال زيارة باب الفاتكان إلى هذه المحافظة والوصول إلى هذه المحافظة على مطارئ الدولي يوم رجع في الساعة الثامنة صباحا حيث سيكون هناك لقاء مع المرجع الديني الكبير سيد علي الحسيني الثاني هذا اللقاء الذي وصفه هنا مراقبون بينه لقاء تاريخي أكثر من 27 ألف عنصر أمني من الجيش والشرطة يشاركون في تأمين هذه الخطة الأمنية التي وضعت إلى محافظة النجف الأشرف محافظة النجف تم تطويقها بثلاثة أمنية شاركت بها الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية بتأمين هذه السيارة أيضا طيران الجيش سوف يكون له مشاركة وبدأ اليوم بالفعل بتنشيط بعض المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة النجف الأشرف سريان حظر التجوال الكامل ما زال مستمر في محافظة النجف وفي مركز هذه المدينة أيضا محافظة النجف أعلن عن إكمال كافة الاستعدادات سواء من الناحية الخدمية والكمية والمدستية لاستقبال هذه الزيارة التاريخية طبعا هنا الأوساط العشائرية الشعبية الدينية والسياسية كلها ترحد بهذه الزيارة التي سوف يكون عنوانها الأهم هو الحوار الإنسانية وتغريب لغة التعاليش السلمي والحوار الإنساني بين كافة المكونات والديانات العراقية جميل محمد الكل هنا ينتظر بفارغ الصبر هذه الزيارة التاريخية لبعض الباتيكان والتي سوف يلتقي بها بسماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السفتاني أيضا شوارع محافظة النجف انتشرت فيها الكثير من البوسترات واليافطات وكذلك رايات التي ترحد لقدوم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى محافظة النجف في هذه الزيارة التاريخية تم وضع ثلاثة طرق ستيستخدمها ويستقعها بابا الفاتيكان والنوقب مع بابا الفاتيكان لأدهاب إلى المرجع السيد السفتاني أيضا هناك بعض الفعاليات التي ستشارك بها عدد من المدارس وطلبة المدارس هنا لاستقبال بابا الفاتيكان فإذا نستطيع أن نقول أن النجف هي الآن على أغبة الاستعداد لاستقبال هذه الزيارة التاريخية سواء من الناحية الأمنية أو اللوجستية أو الفنية معتز العبودي شكرا جزيلا لك كنتمان